مشاهدين ما تعرضت له إسرائيل اعتبر على نطاق واسع اختراقا خطيرا لواحد من أقوى جيوش الشرق الأوسط. وتبعا لذلك طرح التساؤل بشدة حوله. كيف استطاعت حركة حماس فعل ذلك؟ التقارير الإعلامية تكشف وتتحدث عما وصف بحملة خداع محبوكة. أدت إلى أن مباغتة للجيش الإسرائيلي حدثت عندما شنت حركة حماس هجومها عليه صبيحة السبت الماضي. وكالتورورتز الأنباء جمعت الكثير من التفاصيل عن العملية بالاعتباد على تصريحات من مسؤولين إسرائيليين ومن مصدر المصريين مقربين من حماس. وجميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. ووضعت بإيجاز تقريرا عن تفاصيل الخطة السرية التي خدعت إسرائيل. أحد هذه العناصر كانت تضليل. كيف؟ بحسب المصدر فأن الحركة أعطت إسرائيل انطباعا بأنها غير مستعدة للقتال على مدار ثلاثة أشهر أو على مدار أشهر طويلة قبل العملية في حين كانت فعليا تستعد لهذه العملية الضخمة. ذلك المصدر يقول أن الحركة تمكنت من بناء صورة كاملة بأنها غير مستعدة لمغامرة عسكرية. وإنما تركيزها ينصب على توفير حياة أكثر استقرارا لسكان القطاع. وتهتم بالدرجة الأولى بتوفير فرص العمل لسكان القطاع داخل إسرائيل. لأن العمال الفلسطينيين يذهبون للعمل داخل إسرائيل. وأي عمليات عسكرية من غزة ستؤثر على مصادر رزقهم. اعتقد الإسرائيليون أن اهتمام حماس بالمال والاقتصاد وفرص العمل سيضمن لهم جبهة هادئة. إذن مشاهدين كجزء من الحيلة امتنعت حماس خلال العامين الماضيين عن القيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل. وكانت حريصة دائما على إبداء ضبط النفس. وهذا ظهر واضحا عندما شنت حركة الجهاد الإسلامي سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل عام 2022. لم تشارك بها حماس. والتزمت الصمت. وتلقت حينها انتقادات علنية من مؤيديها. ومن الفصائل الفلسطينية الأخرى. واتهامات بالتخلي عن المقاومة بحسب قولهم. التدريب والاستعداد على أعلى المستويات كان لافتا. هذا الفيديو ادعاء مشاهدين. واحد من عدد كبير من التسجيلات التي نشرتها الحركة لتدريب عناصرها على الاقتحان والتسلل والمباغة. فبنت ما يشبه مستوطنة إسرائيلية وهمية في غزة. تلك المستوطنة كان الهدف منها التدريب على الإنزال العسكري وتجريب الوسائل المستخدمة. هذه المقاطع تقول مصادر عدة أنه كان يجب أن تكون مؤشرا على تغير في تكتيكات حماس. وأن لا تمر مرور الكرام على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. خاصة أنها نشرت منذ شهور وسنوات. تقارير ترجح أن إسرائيل كانت على علم بهذه التدريبات. لكن اطمأنت إلى أن حماس غير راغبة في خوض أي قتال. رجح خبراء كثر أن عنصر السرية التامة ساهم بإنجاح خطة حماس. فيقول المصدر المقرب من الحركة والذي نقلت تصريحاته تقارير صحفية. أنه حتى الكثير من قادة حماس لم يكنوا على علم بهذه العملية. إسرائيل نجحت في الماضي في اختراق الفصائل الفلسطينية ومراقبة أنشطتها. وحتى اغتيال قادتها. لذلك اتجهت حماس نحو مزيد من التمويه والتضليل لإخفاء ما تخططه لها. ويضيف المصدر الفلسطيني لرويترز أيضا أن مسلحي الحركة لم يعرفوا الهدف من تلك التدريبات. وأن العملية قسمت على أربعة مراحل. وأعطيت الأوامر للفرق قبل ساعة الصفر. وأن التشويش على الاتصالات كان حاسما أثناء الهجوم على مقرات قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي. لمنع التنسيق بين الوحدات بحسب قوله. مشاهدين أيضا انشغال القوات الإسرائيلية بمواقع أخرى كان عاملا مساعدا على ما يبدو لحباس. وهذا ما أكده مصدر الأمني الإسرائيلي. قال أن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى كامل قوتها في الجنوب قرب غزة. بسبب إعادة انتشار بعضها في الضفة الغربية. لحماية المستوطنين الإسرائيليين. وبالتالي حماس استغلت ذلك الانشغال ونفذت عمليتها. وحتى بعد تنفيذ العملية لم تستطع القوات الإسرائيلية تدارك الأمر. أخيرا مشاهدين هناك عامل مهم إن عكس أثاره على إسرائيل. وهو عدم وصول معلومات لها من الجواسيس عن العملية قبل وقوعها. فلم يصل لإسرائيل أي تحذيرات أو معلومات مسربة أو حتى إفادات من جواسيس وعملاء لإسرائيل عن إمكانية وقوع عملية كما كان يحدث في السابق. يقول أحد ضباط العمليات في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في تصريحات نقلت بشكل واسع. يقول إن الهجوم بات الآن يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المصادر البشرية الإسرائيلية تلقت معلومات كاذبة أو عمل أفرادها كعملاء مزدوجين. مستشار الأمن القومي السابق لحكومة بانيا من نتنياهو يعقوف عامي درور وصف ما تعرضت له إسرائيل بالفشل حيث قال الحجوم يمثل فشلا كبيرا لنظام المخابرات والجهاز العسكري في الجنوب. بعض حلفاء إسرائيل كانوا يقولون أن حماس اكتسبت المزيد من المسؤولية. لقد بدأنا نعتقد أن هذا صحيح. لذا ارتكبنا خطأ. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.